اليوم ان شاء الله عز وجل سنتكلموا على المسل السيطاني خصوصا تكون عند النساء بزاف فابقى معنا في هذا الفيديو هذا وابتنشي فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم اذا كنت من المتتبعين الجدد فما عليك سوى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يسلك كل جديد يتعلق بهذه القناة الآن سنتكلموا اليها بالزاف دين الرزائل كي يجونو مع النساء اكثر هيكي يجو مع النساء الرجال قليل ولكن اكثر هيكي جاعد النساء لانهم عندهم مس شيطاني كيفاش كيدير هدل المس الشيطاني حتى يركب في ذاك البنت وتيولي عندها مس الشيطاني خصوصا العرفه الاسباب 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 دي لهاد شيء كنتكلموا اليها في هذا الفيديو هذا بإذن الله عز وجل اول حاجة هو البنت كتكون نورما المو ما كتكون ما كتصليش هذه اول حاجة تكون وجبة سهلة للشيطان انها تولي مملوك الشيطان ايبقى يتحكم فيها الشيطان وكذلك كي يسكنها واحد الجن يسمى بالجن العاشق. هذه مسألة بوحديتها. هناك العديد لكن انا سنتكلمه ان شاء الله عز وجل اليوم الاسباب مس الشيطاني. الشيطاني بزيف دي الناس اغلبية دي النساء ممسوسين خصوصا البانات. يعني البانات من 14 حتى ال 30 نعم حتى ال 40 نعم. كيكون ادهم مس شيطاني. وبزيف دي الناس كيمشون الطبيب ولكن ما كيلقوا مع ادهم حتى شي حاجة. يعني المس الشيطاني عنده واحد الاعراض كذلك. المس الشيطاني عنده واحد الاعراض. اه غادي نتكلمون عن الاعراض ونتكلمون الاسباب من كي جهد شي هذا ونتكلمون كذلك العلاج. ضروري غادي نتكلمون في هات الفيديوهات ان شاء الله للعلاج. اه اول حاجة غادي نبدأوا بها واخوتي وهي انني ما اكلهش الفيديوهات بزيف لان انا ميخدام. عندي شي عندي شي غارات كان قضيه. اه كيفما كنت اه كيفما كلكم عارفين انا كان واصبوا المحل دينا. باش انسان اللي بغي يجي يشري شي عشبة او لا بغي شي عشبة نصيف طوها ليه. اه في البوستة او لا شي حاجة. فمرحبا ما كانت شي مشكل كان صعي بغير واحد المحل. اللي بقى نبيعه الفير اعشب. كذلك اللي بغير رقية شرعية او لا شي حاجة مرحبا. رقية شرعية رفي ما بغيت يا اما في تليفون يا اما تجي مرحبا ما عدناش مشكل. اه بالنسبة اول حاجة غدين بتوبيها وهو النساء كيكون عدهم مسج الشيطاني. غدين تكلمون الاسباب. اسباب منها شنا هو الاسباب اللي كي احتكي يركب دك لمسج الشيطاني. اول حاجة وهو التبرج. اول حاجة يا اختي في الله. اتق الله عز وجل. اول حاجة وهو التبرج. قال الله تعالى ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية مجهة الجن والانس. اه اول حاجة جلنا وهي التبرج الانساني حاول اتق الله ازوجه. اه بعد النساء بعد النساء انها كتلبس تبرج لباس زيل تبرج قد قولك انا ما عارت من الجيني هادشي هادشي هاد فرع اللباس زيل الكراهو اللي كيجيب لاش اه 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 بعد ما كتسحى بنتي في راسك ان الجن ما كيشوفكش. احتهم رعدهم شه واحتهم ما كيشوفوه احتهم ما كيتمنى وقال الناس كيتمنى 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 هوا كذلك هما. لان الله الزوجل قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. فالجن يرونه. فالجن يرونه. فاللبس يخطي الحجاب ديالكو متخافي من تشي حاجة. كذلك النوم. الانسان الامراء كتكون كتنوم بوحديتها بزاف. كتنأس بوحديتها بزاف ديال المرات. يعني اه عامة حاولي حاولي وانه وغير وليد صغير او لبنية بقاطن ازحداك. يعني حاولي انك ما تنأسيش بوحديك فوق شهر او لفوق ربعين يوم ما تنأسيش بوحديك. حاولي انك تقيت نأسي حدا شي واحد. او لا تنأسي حدا شي ولياد ولا شي عندك شي اختك كل شي حاجة. تقيت نأسي حداها وصافيت تقيت نأسه مواتسيا. يعني توسعوا بعضياتكم. اه كذلك من الاسباب وهي تركوا الصلاة. وهي تركوا الصلاة. الانسان اللي مرا تتركوا الصلاة وكتقول لك انا منك يجيني هذا الشي. فانتي انتي وجبة سهلة للمس الشيطاني. فاسهل وجبة وهي انك تكون لما تصليش. او لا كنكون انه الجنوب والانسان كان بعض الناس اللي ما كعارفوش يحييضه الجنابة وما كيدر احتدنية ما كيدرش النية بان هورا غادي يحييض الجنابة. فهذا غادي نختص له الفيديو بوحده. وغادي نديره باذن الله الزوجان ونروا الناس كيفاش طريقة ديال الغسل من الجنابة. كذلك الانسان ما كيكونش على وضع بزيف. يعني انس حاول انسان انه يبقى يطوضه. حاول انه يبقى الذكر عامة طاعة الله الزوجان. بغيتي ما يقربك حتى شهاجة طاعة الله الزوجان. يعني وخاء انه لقربتك. مثال قربك شيطان. وبدأ عندك الوسوسة فاسعيد بله كيف ما قال الله الزوجان. واما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاسعيد بمن بالله يا عزوجل. واما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاسعيد بالله. اه قد نتكلموا على الاعراض. الاعراض القادية قاسحée اخوتي. بعض النساء يعطيونه على الطبيب وايغلون كلها منك رجيم ينادي. أننا سأخم بكم الخريج في معلم ihr كيف يذهب بشكل ما منك رجيم. هذا شيء يشهد huh 뒤 مسج دعم عندك مس. اغلبية ذي النساء اللي كنتكلموا معنا ادهم مسج. اغلبية 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 الدعم نساء. ولكن انت خط لديك مشكل حوالة السلح للتدعم في بحك. اول شيء وهو الصداع الدائم. في چهزئ التدعم في الجهز Empire knight Lassal in زلغة ندكروه الاعراض وان شاء الله ندخلوه تا الالاج. غادي نعطيكم يعني اه كل واحد وكيفاش كنستعمله معا الالاج. فالي طبقتي الالاج وما دلك احتشي حاجة فيمكنك تصل بنا نعطيك وصفات اخرى. باذن الله جل وعلا. اه اول حاجة قلنا وهي الصداع الدائم في الرأس. تانيا وهو الام اسفل الظهر. يكون عنده الانسان الام اسفل الظهر بكثرة. وخاء انه اه كيدير وحد انه وحد لبواد. وانه كيشرب اعشاب. اه وخاء انه كيدير المعصاج لدهر ديالو. كيبقى هو هو. فهمتوني كيبقى دك شي هو هو. يعني ما كيتحيرش. كيبقى ديما عندك الم اسفل الظهر. فحضر يا اختي ما هاد اعراض هاد. كذلك انتفاخ البطن. كذلك انتفاخ البطن يكون عند المرأة انتفاخ البطن. فهاد اعراض رخ خطيرة جدا. اعراض اختي اختي في الله خطيرة جدا هاد الاعراض اللي غادي نتكر لك. فخطيرة بزيف. كذلك خلل في الدورة الشهرية. الامرأة كتكون عندها خلل في الدورة الشهرية. فلكن عندك خلل في الدورة الشهرية حاول انك تقلب على الالج. لانه لانك عندك مس عاشق. مس شيطاني افوان. مس شيطاني. كذلك من الاعراض بقع زرقاء. بقع زرقاء في الرجلين او افخاض او لا تحت الركبة. كيكونوا بقع زرقاء. وعامة النور ما لمو انها المرأة كتكون عيانة واحد شوية كتسبح كتسبح عيانة. وكيف ما كنقوله مرخية بزاف. ام دكت قو ما قد تدير حتى شي حاجة. هادة العلامات دي المس العاشق او مس الشيطاني. فكذلك بلا ما نذكروا ان الحلم في المنام انها بحلم بالجنس. هادة حاجة طبيعية. اه كذلك الاحلام الخبيطة. الاحلام المزعجة. الكوابيس مثل انه الانسان يحلم بالحياة والثعابين و الى غير ذلك من الامور. وكذلك من العلاج اللي كنستعمله بعد المرات اللي كي يكون فعال باذن الله جل وعلا. اغير باش تعرف احنا رغير سابب. اغير باش تعرف. يعني وخغض عندك الوصفة رخصة كتتوكل على الله ازا واجل. يعني توكل على الله ازا واجل. احنا كن اخدوه بالاسباب. احنا كناخدوه بالاسباب كنديروا واحد الاسباب. كيفما موسى عليه السلام فدرب بيع ساك البحر. الله عز واجل الو خ sidedيría ما يفرق الالباحر. موسى السابب ضرب بيعس كالبحر. فهو البحر يفرق. كذلك احنا كنديروا اسباب الله عز واجل هو اللي كي تشافي. مشان ا correspondsعطيك وصفة تقول لي انا لا خدمتش لي. واد consolتش. ا Jenna'و لا ازا جد لك أصبح يجب أن اغادر أتسابع عنك نحن نجد فقط من أسباب هل تنظر أذى يقدم أن تغييرك للأسفة؟ لا تنظر أن تضغط موصفه وستأكد لله يجب أن أستجب لكم فكذلك ندعيه ندعي الله عز وجل يا رب تفرج على لي يا رب تزع لي أحياني الضر كما عيوب وليس سلم أن تنمت بني الذر وأنت وأرحم الراحمين فالله عز وجل تكشف عنه الضر وكذلك من الأمور قراءة صورة البقرة كل يوم أو إلى إنسان ما قدش يقراها كل يوم يقراها كل ثلاثة أيام إلا ما قدش يقراها كل ثلاثة أيام يستامع لها إلا ما قدش يستامع لها أو لك تجيه طويلة أو لشي حاجة حاول لأن الإنسان العلاج صحة دياله حاول أنه يدير هادشي هاد حاول أنك تقرأ صورة البقرة وتركز على آية الكرسي تكرر من آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية وكذلك الخمس الأوائل من صورة البقرة أرف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه كذلك الآيات الآخرتين من صورة البقرة الآيات الأواخر من صورة البقرة كذلك واتبعوا ماتت للشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر الآية نقرأ نقره الشهادة كامل ونقرأ نزيد عليه المؤوذتان قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذا الشيء كامل نقرأ على قرعة دي الماء نقرأها على قرعة دي الماء ونقرأها على بيده كذلك أو على شيء دلو اللي غادي نستحم به ونستحم به في بلاصة من غير بيت الخلاعة نجمع ذا كلماء ونسقي بيش درداء أو لششرة كذلك مع الدعاء دعي الله عز وجل دعي الله عز وجل ونقرأنا أعطيناك هذا الشيء هذا استخدمه كذلك الصلاة الصلاة في وقتها حاول أنك تصلي حاول أنك تصلي لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة كتابا يعني فرض موقوطة في وقتها كذلك تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلا رزقك الله عز وجل بالصحة فكذلك الصحة رها رزق وكذلك الاستغفار ليجي ولا إنسان أن يستغفر الله عز وجل آلاف آلاف مش مياه ولا ميتين آلاف استغفر استغفر ما عندك ميدان نستغفر الله عز وجل خدام نستغفر الله عز وجل غادي في الطريقة نستغفر الله عز وجل قلت في المحل نستغفر الله عز وجل قلت في قهوة نستغفر الله عز وجل استغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وكذلك من الدعاء الذي يجب على الإنسان كذلك تهوى من العلاج وجاء في سنن أبي داود في كتاب الأذب أبواب النوم في الحديث رقم 4459 حدتنا جعفر بن مسافر تينيسي حدتنا يحيى بن حسان حدتنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي بسم الله وضعت جنبي وأخسئ شيطاني وفكر هاني واجعلني في الندي الأعلى هذا الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الأذب من أبواب النوم في حول أخوتي الإنسان بقى يقول هذا الدعاء هذا في أذكار النوم وما تنسوش أخوتي النفط في اليدين ومسح عن الجسد كله عن ظاهر الجسد إنسان يمسح الجسد دياله كامل يمسح على الجسد دياله كامل ويقرأ آية الكرسي قبل النوم ويتوضع بإذن الله عز وجل يدوم آية الشيء هذا خمسة وأربعون يوما خمسة وأربعون يوما بإذن الله جل وعلا غضي حيد منك ذاك المس بإذن الله جل وعلا أخوتي الحباب أخوتي العزاز بلا ما نطول عليكم كان معكم مرة تبدحون في الفيديو هذا إلا كنتي أول مرة دخلت للقناة ما تنسوش تختار زر الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة